انا بعتقد انه المشكلة انه الاحتلال والاحتلال في الممارسة الحكومية ادت الى ما وصلنا اليه يعني مثلا العقبة العقبة فريزون مفترض منطقة اقتصادية خاصة فيها تضارب مصالح يعني في انه خزانات عملاقة للشركات خاصة الحكومة ما استخدمتهم اولا كان لازم تستخدمهم شركات اجنبية حاولت تستخدمهم اشترت نفط بسعر منخفض ده تخزنهم اللي هو الاقترمة اسمه اللي هو النقل بيجيوا بخزنهم عندك وبسبدهم ايهم بياخدوهم وبيعوهم برا تصدير يعني اه اه لا مش تصدير هو نظام معمول فيه في العالم نظام الاقترمة اسمه اللي هو بيجي بحط النفط عندك المينة باخد هو يعامل انك اربعة ونصف دولار ع كل طن في الضخ و اربعة ونصف الضخ المضاد لمدينة يعني تسعة دولار في الطن تسعة دولار فاجوا بدون ما يخزنهم حوالي سبعة وستين الف طن كانت الكمية الكمية اول شي خد اجراءات وموافقات وموافقات امنية ومش امنية وهذا موافق وهذا مش فيه تضارب المصالح تأخرت ضل عليها فوتت حوالي اربعين الف طن ضل حوالي سبعة وعشرين اجت شحنة اخرى لشركة اخرى محلية قالوا لا بلا طلعوا احنا الاولوية وقفوا الضخل ولو خلص قالوا لا ابعدوها تلت ايام دفعوا برضو غرامة او بدل تأخير الشاحن اللي مشت في وسط العرض البحر يعني بعد ما خلصوا اجت طلبت الهيئة تنظيم قطاع الطاقة بعد الاربع ونص والاربع ونص طلبت عشر دولارات اضافية قالوا هذا هيك احنا بدنا يعني تسعة عشر دولارة كل الطن اصبح غير مربح بالنسبة للمستثمر الخارجي من اجنبي كان فيه شركة سويسرية اخرى كانت بدها تدخل كمان كمية اخرى للعقابية اهلات ما بدنوا لفتوا روحت يعني احنا ضيعنا عهالنا فرص حقيقية اما استخدام الخزانات الفارغة وكان هذا توجه من من الحكومة ايامها وزير المالية قال لازم نبلش نشتغل فيها قبل الاغلاق اللي صار وجلالة الملك حكى في شهر اربعة انه لازم 17 اربعة 17 اربعة ولا اشي تم كما يجب ولا في محاسب يجمع يعني في عنا اسيتس ما استثمرنا اضعنا فرصة التخزين واضعنا فرصة ان يأتي حد يخزن عنه وبالتالي واثرنا على شركاتنا واثرنا على سمعتنا احنا كمينة وكمنطقة فريزون الفريزون لازم يكون اي واحد يجي اهلا وسهلا يخزن نفط يخزن مواد اخرى وطلعها مرة اخرى ليش احنا عملنا خزنات كبيرة وعملنا مناطق كبيرة للتبريد مثلا وفروض كبان القرار يعني زي تكون هب للتوزيع فبالتالي ايش بنعمل بحالنا والله ما احد عارف وبالتالي الحكومة مطالبة في هدي الفترة بالذات اللي احنا عم نتحاسب لازم اللي قصر يقول انا قصرت وتفضل مع السلامة فوق عنا اقل تغدير بدون محاسب هلا اذا بدك مزبوط لازم يشوفوا ليش يعمل هيك قيمة التحميل والتنزيل بالدينار ولا بالدولار بالدولار كلهم اربعة ونص بالدينار اربعة ونص بالدينار نعم اربعة ونص بالدينار والعشرة بالدينار وعشرة دينار يعني بدي دفع تساط عشر دينار عالطن الواحد بقلك انا ما بشوف شو هالتجارة لان جاي لان في سفينة بتنتظر لموافقات حتى يتم تخزينها من ثلاث شهور